وفي رحلة النبي عليه الصلاة والسلام نسيت أقولك قبل ما يوصل لسدرة المنتهى بعد ما عدى سيدنا إبراهيم في السماء السابعة رفع له البيت المعمور فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا هو البيت المعمور وكأن كعبة الملائك يدخله في اليوم سبعون ألف ملك يحجون أو يطوفون ثم يخرجون لا يعودون إلى يوم القيام لأن ربنا عنده أعداد من الملائكة ما تخطرش على قلب بشر ده ربنا عنده أعداد من الحيوانات والطيور والحشرات ما تخطرش أصلا على قلب بشر فما بلك بخلق أعظم وهم الملائكة ثم يصعد النبي عليه الصلاة والسلام فيرى نهرا على ضفافه قباب اللؤلؤ البيوت والفلل اللي على المية من لؤلؤ ماءه أحلى من العسل وأصفى وأبيض من اللبن إذا جبريل قال هذا هو نهر الكوثر النهر اللي زمان لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيئذوه في نفسيته ويقولوله أنت أبتر يعني أولادك ماتوا فلما أنت تنتقل وتموت محدش يفتكرك ما عندكش حد من الظرية فربنا قال له إنا أعطيناك الكوثر أهو عشان تشرب أمتك هدية للنبي والمنتفع بها أمته صلى الله عليه وسلم لعلم الله أن ده طبطبه وجبر خاطر لسيدنا النبي لما يديله هدية عشان نحن لقمة انشغاله بين عليه الصلاة والسلام ثم يصعد قال فصعدته لغاية ربنا وهنا فيه معلومة في العقيدة وربنا مش في مكانه والنبي بيقرب منه لأن الله سبحانه وتعالى موجود لا في مكان يعني ربنا مش جسمه عشان يبقى هنا والنبي بيصعد إنما صعد إلى الله قرب مكانه وليس قرب مكان الله سبحانه وتعالى لا تحويه الجهات الست زي ما بيقول سيدنا الإمام الطحاوي في العقيدة الطحوية فهو مش هنا والنبي عمال يقرب يقرب لغاية ما لا إنما اقترب من ربه قرب مكانه وليس قرب مكان زي ما المشايخ علمونا في دروس العقيدة يعني زي ما ربنا بيقول في القرآن فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أوحت له بإيه يا رب الصلوات الخمسة وآخر آيتين في صورة البقرة والآية اللي بتقول إن ربنا بيغفر كل شيء إلا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بس الصلوات الخمسة لما سيدنا النبي طلع فربنا قال له افترضت على أمتك خمسين صلاة عايز أقاب الحبيبي خمسين مر يطلوب اللي هم عايزين واغفر لهم ويدعوني ويشعروا بسكينة المواجهة وهم وقفين قدام ربنا ونور ربنا بيخش في قلبهم بحبهم أشوفهم خمسين مر حاضر يا رب هنزل أقول له ينزل سيدنا موسى يقول له ماذا افترض عليك ربك قال له خمسين صلاة قال إني عالجت بني إسرائيل أنا تعبت أول مع بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق ذلك فاسأل ربك التخفيف من خبرتي في بني إسرائيل يا محمد مش هيسمعوا الكلام أنا عندي تجربة مع بني إسرائيل قال له يقللهم شوية فطلع عند ربنا نزلهم عشر بأربعين فنزل على سيدنا موسى قال له قال لك إيه قال له خففهم بقوا أربعين قال أسأل ربك التخفيف فإني عالجت بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق ذلك ممكن يا رب يقل له شوية أنت بتحبنا وعايز تشوفنا بس ممكن يقل له شوية عشان الناس تستجيب وتبقى مقبلة في الوقت اللي حضرتك عايزه ينزلوا لتلاتين وبعدين سيدنا موسى يقول له خليه خفف يقول له رب لو سمحت ينزل لعشرين لعشرة وفي آخر مرة ربنا يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قضي يا أمري خمس صلوات بأجر خمسين وينزل سيدنا النبي وسيدنا موسى يقول له إن الله افترض على بني إسرائيل فريضتين فلم يصلوا وكأن سيدنا موسى عارف أحوال بعضنا حتى الخمسة ممكن يكون واحد فينا ما بيصلهمش فسيدنا النبي يستحي وما يطلعش لربنا وينزل بالخمس صلوات اللي احنا بنصليهم دلوقتي الحاجة التانية اللي ربنا أوحى بيها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خواتيم سورة البقرة من أول آمن الرسول آخر آيتين اللي يقراهم في الليل كفتاه كفتاه ما أهمه وأغمه أو كفتاه قيام الليل اللي يقراهم الآيتين بياخدوا دقيقة أو دقيقة أو نص من أول آمن الرسول لآخر سورة البقرة كأنه صلى طول الليل كفتاه قيام الليل وقل بشرى العظيمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بيقول سيدنا محمد وهو في المكان العظيم ده قبل ما يخش في هذا المكان اللي فيه المواجهة مع ربنا جبريل وقف لأن المكان اللي هيصعد ليه سيدنا النبي ما دخلوش حد إلا بس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فنظرت فإذا جبريل له ستمائة جناح ضخم ولكني رأيته كالحلس البالي من خشية الله حلس البالي زي ما يكون هدوم قديمة كده متكومة كده فشاف سيدنا جبريل في المكان دي كالحلس البالي من خشية الله ربنا بيقول في القرآن وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين يعني النبي ما بخلش عليكم بأنه يحكي القصة ضنين يعني يبخل وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وهينزل سيدنا النبي عشان يواجه الناس ويحكي لهم البيت المعمور بيخشه كل يوم سبعين ألف ملك يحجه وما يرجعهش تاني ربنا عنده ملايكة كتير ولما النبي عيس والسلام وصف لنا قطط السماء يعني السماء عارف لما تدوس على الخشة فيبدأ يتقطأ كده قطط السماء سحمة وحقه لها أنطقت ما فيها موضع ثلاثة أصابع إلا فيها ملك قائم أو راكع أو ساجد حتى إذا قامت القيامة قاموا يقولون سبحانك يعرف ربنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إحنا عملنا لنقدر عليه بس ده ما يلقش بك رب ربنا مش محتاج لحد مننا على فكرة ربنا بيحبنا ومخلي الملايكة في خدمتنا في الدنيا وفي القبر وفي الجنة فعرف مقامك وعرف إن لما ربنا ينده عليك في الصلاة دي حتى بقى مهمة قوي لما ربنا قال لسيدنا النبي زي ما كنت بحكي معاك قال له أنا افترضت على الأمة خمسين صلاة دي جرعة حب يعني كبيرة قوي عايز أشوف حبابي خمسين مرة في اليوم وعلى فكرة الله اللي بينادي عليك أنا لما أنده عليك يبقى أنا اللي بتقرب ليك بينادي عليك في الصلاة في الأدان كل مرة ويقول لسيدنا النبي فكرهم كل ما ييجي معدنا فكرهم بكلام كده يفتح قلوبهم قلوهم الله أكبر وأشهدوا قال لا إله إلا الله فكرهم بالاتفاق بالعهد مش كل الناس بتفهم إن الصلاة ربنا بيقرب لك ويحبك تبقى معاه يحب يسمعك يستجيب لك وكأنه تكليف حاضر يا رب هصلي عشان ما تعذبش هصلي عشان تفتح علي بالمناسبة كل دي حتى نوايا جميلة إنك تصلي عشان ربنا يرضى عنك ويرزقك في الدنيا وما يعذبكش في الآخر حلو بس تفهم الأصل الأول إنه هو يحب قربك يحب يسمعك شان كده هو اللي بينادي عليك فلما قال لهم خمسين مرة سيدنا موسى قال لهم ده بني إسرائيل اتفرق عيوم اتنين مارضيوش ما كانش عندهم وقت من الانشغال بالنعمة تشغلوا عن المنعم فما تتشغلش عن ربنا بخيره ولم يقول لك حي على الصلاة وروح له على طول سبحانه وتعالى ويا جمال نهر الكوثر اللي النبي شافه اللي على ضفافه ذلل قبابه اللؤلؤ أصور اللؤلؤ كل ده عشان خاطر النبي الرجل اللي قاله انت أبتر يعني مقطوع الذكر لأن ولادك ماتوا فربنا يدي له هدية عشاننا بس هدية بقى ايه هدية نبوية هتشوف انت لما تبقى عطشان يا رب ما حد ييجي يا رب فينا يعني والعطش يتعبوا في الأخرة بس اللي هيعتش مننا سيدنا النبي هيسي وحتى المروي يوم القيامة لأن سواء العطشان ولا المروي احنا عايزين نشوف النبي ونشرب من ايديه صلى الله عليه وسلم ونشوف الأنوار بقى بس على الحقيقة